وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا إِلْنَا بِشَرْطَيْنِ أَسَاسِيَينَ الشرط الأول إخلاص العمل لله عز وجل بحيث لا يكون للإنسان أي مقصد في العمل الصالح الذي يعمله إن ابتغاء وجل الله عز وجل الأمر الثاني أن يكون هذا العمل على نهج كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يتصل بالإخلاص أن تكون هذه الأعمال صادرة من قلبك يا عبد الله فتقرأ القرآن بقلبك قبل لسانك وتؤدي الأعمال وأنت تستهضر النية من قلبك متقربا بها إلى الله عز وجل فإن هذه الأعمال إذا لامست القلوب وصدرت منها لا يمكن أن ينقطع صاحبها أبدا لأن هذه الأعمال الصالحة لها لذة لا تدانيها لذة في الدنيا إن كان في الدنيا من لذة فإذا وصل الإنسان إلى أن يتلذذ بطاعة الله عز وجل فهل يتركها؟ لا يمكن أن يترك مصدرا لذته وأنسه وسعادته وسروره لكن هذه النذة يا إخوان تحتاج إلى مجاهدة للنفوس ومحاسبة لها دائما وأبدا وأن يفتش الإنسان عن نفسه ويلظر في سالف عمله وما حصل منه من التقصير فإن تقصيرنا في المستقبل ناتج عن التقصير في الماضي ونشاطك يا عبد الله في المستقبل مبني على نشاطك في الماضي بعد توفيق الله عز وجل ولهذا يقول ربنا عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى يسر في المستقبل لليسرى لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى إنما يسر تلع العسرى عياضا بالله لأنه فعل أسبابها والحسنة كما قيل تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي فإذا حرص الإنسان على إثقان عمله وإخناصه لوجه ربه واقتفاء الأثر فيه يتلمس بعد ذلك قبولا عملي ويحرص عليه غاية حرص فهذا أمر غاية في الأهمية لأنه إذا تقبل عملك يا عبد الله حصل لك الخير وقل الخير والله تعالى قال في قبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر